طب احكيلي بقى يوسف شهين مرحلة يوسف شهين اولا الاختيار جي ازاي يعني ان عين نجو تختار محصن موحي الدين ويبتلي هو ما كانش يعرفت هو ما كانش يعرفت هو كنت خلاص عملت افواء ورانب وكنت عملت فرصة عمر عالم هي العيال وفرصة العمر اه بزبط افواء ورانب كانت مادام رجاء حسين ربنا اديها الصحة فان انا عظيمة جدا كان زوجها الاسرسي في عبد الرحمن ده الصورة دي واحنا في كان مهرجان كان كان ميشيل بيكولي وده اللي عمل له بونابارت في الفيلم ده مخرج مسرحي عظيم جدا هناك وكنا ايامها في مهرجان كان اه بطريب ودعني يا بونابارت ودعني يا بونابارت فاستاذ صيف عبد الرحمن كان بيشتعل مع الاساس يوسف وكان عمل معه كذا فيل وكده فهو طلب شباب فتياني يعني 16-17 سنة فكان بيجينا الاستاذ صيف ويشوفنا ويتعرف علينا واحنا في افواء ورانب وكده فلما طلب رشحني اللي الاستاذ يوسف وقال له ده عمل كذا وقت موسيق كويس حاجيك كذا وكان استاذ محمود الخلي برضو رحمة الله عليه كان مساعد المخرج برضو رشحني لها يعني فلما رح لقيت اليزالي فوجالي استاذ يوسف عازك فروحت لهم فخرج لي الريسيبشن ورفع المضارة دايماً أول لقاء بيبقى أصعب لقاء وكان بقى إيه في وشي حبوب فعجبوا أول حبوب طبيعي الشباب مرحلة الشباب فعجبوا أول العاب قال لي بيقولوا عليك ممثل كويس أول قلت له متشاكري عم قال لي عم قال لي عم قلت له قال لي بيك أصحاب قلت له آه يا أصحاب بيمثلوا زيك قلت له حركت لقائي جدا عادي من تعلمت بقى أستيوسف شهين في نجيم محفوظ وفي حورت نجيم محفوظ صحيح برضو يعني كل الكبار دول أبنتهم في حياته أهلا يا عم هو حركته طبعا سريعة ولذيذ فهو تقبل برضو يعني أيه اللي داخل فيه شمال ده ما خافش مني يعني فقال لي طيب فروحت جيت أحمد سلامة وعبد الله محمد وإحمد الله عليه وصحابه يوم ما أنتين وروحنا ليوسف شهين فإدانا الفيلم مع عمره ما بيدي سيناريو لحد يعني ما أنت تيجي تقول اللي أنا هقولك هتعمله إزايه بس بس عشان إحنا كأبطال الفيلم بزبوط إدانا وقالينا بصوا إقرو وشوفوا كل واحد شايف نفسه في أي دور شخصية يعني التيم بتاع كلا آف قلت له لأ يعني أنا ملعبش دور معقت كده يعني قالي أنا اللي أقولك تلعب إيه انت ملكش دعم أنا اللي أقولك أنت تلعب إيه بص أولا أنا مش عارف أساعدك في الفيلم ده شوف به التحدي يعني بدأ معي بالتحدي على طول أولا إنت هتلعب شخصيتي وانا ما عرفش اقولك انا بتصرف ازاي قعد رأيجي وشوف انا بتصرف ازاي وطاني حاجة في مشهد انا مش عارف برضو اساعدك فيه ده اللي حيزبك للناس انك بتعرف تمثل او لا هملت خد التلات صفحات دول احفاظه ومتعلق لهم طيب خليني في اسكندريالي كان الدور صعب جبت شخصيته ازاي انا قعدت رأبه طبعا هو بتصرف ازاي امتى بيتأتأ لان هم بتأتأش على طول ولما بيحرج او عاوز يوصل لك معلومة وحاسس انك مش هتفهمه فبيتأتأ الافكار تتباع عنه فالتعبير بيخونه بتتشوف حركته بتتشوف طريقته بس ما عملتوش تقليد مزاكته مع شخصيتي انا شفت في حتتنا الحركات والجنبات والاقاع السريع والجلبية والطاقية يعني باب الحديد يواخد فيه قرب في الشخصية من شخصيته في باب الحديد اه لا كان اسمه انا الاسم خاني اه اه كان اسمه ايه تعلم اجوزك هانوم كان اسمه ايه في باب الحديد هنفتكر هنفتكر تمام فالمهم هو طبعا هو بيعمل تأثير على الممثل جامد جدا لان هو كان بيحب التمثيل لكن ما كان تبقه ما بتخلهوش يعرف الممثل لانه ايه عنده دي فوق فريطلع موهبته في التمثيل في الممثل في الممثل وعشان كده هو بيحب الممثل واهم حاجة ان المخرج يحب الممثل ويحب التمثيل عشان هو الاداة اللي هتوصل اللي هو عاوز يوصله طبعا وما بقاش هو الاهتمام هو الاضاءة والديكور لا دول اسمهم بيخدموا على الشخصية بيخدموا على التأثير اللي عاوز يوصله المخرج للمرم استفعت كتير من تجربة يوسف شايد اه طبعا واضح هو استاذي طبعا استاذي في المعهد والحقيقة يعني تعلمت كتير قوي قوي وفي الفتر اللي انا طب بيش